بالتحديث أيوأس 17.3 ضافوا عدة ميزات منها حماية الجهاز المسروق وهيدي أهم وحدة كمان ضافوا خلفية جديدة لاحتفال بالثقافة الأفريقية ضافوا عدة ميزات وكمان ضافوا إصلاحات لأخطاء وتحديثات أمنية اليوم رح تحدث عن أهم ميزة وصلت على الأيوأس 17.3 اللي هي حماية الجهاز المسروق بس تفعلوا هايدي الميزة يا جماعة أي شخص بيسرق لك تليفونك وهو بيعرف كلمة السر ما بقى يقدر يفوت يغير كلمة السر أو يغير حسابك بالآيكلاود أو حتى يحصل على بياناتك لأنه هايدي الميزة بتخلي الجهاز ما يشتغل إلا على بصمة الوج وكمان في حال هيدا الشخص بعد عن المكان المألوف لهو بكون التليفون عندك معرف عليه إن كان منزل أو شغل أو أي مكان أنت عطول بتروح عليه ما بقى كمان يشتغل هيدا التليفون إلا على بصمة الوج وكمان بيعطيك وقت مدة تقريبا ساعة فيك تقدر تتبع التليفون وتحصل على موقعه هيدا الميزة كتير مهمة لازم كل حاملين الآيفون يدخلوا يفعلوها حتى تفعلوا هيدا الميزة بتدخلوا على الإعدادات بعدين بتنزلوا لتحت بتدخلوا على بصمة الوج ورمز الدخول بتحطوا كلمة السر لتليفونكن بتنزلوا لتحت بتلاحظوا في ميزة جديدة نضافة اسمها حماية الجهاز المسروك بتقبسوا على تشغيل الحماية هلأ اتفعلت ميزة حماية الجهاز المسروك في حال أي شخص سرق التليفون أو بيعرف كلمة السر لتليفونك بود يحاول يفوت يغير كلمة السر أو يعمل إيقاف لكلمة السر أو يغير بحساب الآيكلاود ما بيقدر يغير شي لأنه التليفون بما أنه انت مفعلين هيدا الميزة ما بيشتغل إلا على بصمة الوج وكمان في حال هيدا التليفون بععد عن المكان المألوف لإلو إن كان المنزل ولا العمل ولا أي مكان أنت على طول بتروح له ما بقى يفتح التليفون إلا على بصمة الوج في حال دخل الشخص لحتى يعمل إيقاف الحماية بتلاحظوا أنه بس أكبس على إيقاف الحماية أول شي بتشتغل بصمة الوج بيعطيني تنبيه مطلوب تأخير أمني حتى يمكنك تغيير حالة حماية الجهاز المسروك بتلاحظوا أنه هلأ بس أكبس على بدء تأخير الأمني مثل ملاحظين هون هو أعطاني توقيت تقريبا بحدود الساعة بس تخلص هيدا الساعة بيبعث لي إشعار وبقدر أنا أدخل عدل على أي بيان بالتليفون ومن خلال هيدا الساعة إذا كان التليفون مسروق أنت بخلال هيدا الساعة تقدر تعرف موقع التليفون الكل يدخل ويفعل هيدا الميزة لأنه كتير مهمة تحموا فيها بياناتكم وتليفوناتكم ما تنسوا أي شخص عنده مش كتب الآيفون كتب لي بالتعليقات وإن شاء الله بأسرع وقت ممكن بحاول رد عليه وحل إنه مشكلته